ما هي مواصفات الرئيس بالنسبة للسعودي؟ هل هي مهتمة بمواصفات الرئيس أم تنقى عن هذا الملف؟ أتصور أن الموقف السعودي المرة بالإسحاء الرئاسي هو حجر زاوي أساسي بالمعنى اللبناني وبالمعنى الإقليمي وبالمعنى الدولي قبل ما أحكي رح أقول أن اجتماع باريس كان مقدرا له أن يعقد أول هذه السنة وبنسخته الأولى كان شماعا مقررا له أن يكون سياسيا رئاسيا والمبادرة الأساسية كانت قطرية بتنسيق مع الفرنسيين حتى يكون أكثر وضوحا يتصل بموضوع قائد الجيش العمال جوزيفون اللي عمل الفيتو على كل الموضوع مش على الاسم خلينا نكون واضحين مش على اسم القائد الجيش اللي عمل الفيتو هني السعوديين لماذا؟ لأن السعوديين قالوا لن نقبل بمقاربة الملف اللبناني كما جرت العادة على مقاربته لا بالمال ولا بالدعم ولا بالسياسة ولا بشي قدم السعوديون مقاربة أنه تعوا نقارب ملف لبنان سياسيا أن نقول ماذا نريدك عرب من لبنان سياسيا ويقولوا اللبنانيين شو بدون مننا نحنا كمان طرح السعودي فكرة تطورت الفكرة عند الدوائر الفرنسية وحتى عند المصريين والقطريين وعند الأمريكيين أكيد لأنه هني عم بيواكبوا هذا الشيء بس بأني الأقل حماسة للمواكب بالملف اللبناني أن تعد المملكة ورقة سياسية هذه الورقة السياسية يعني تطوير الورقة الكويتية إذا بدك بس لأنه التطوير بمعنى أنه في عناصر مستجدة إلى علاقة بالموضوع الرئاسي وموضوع الحكومي والإصلاحات عندما تقر هذه الورقة تعرض على كل الأطراف اللبنانية توافق عليها الأطراف اللبنانية عم بقولوا سعوديين ما عندها مشكلة أنه هذه الورقة أن تصبح ملزمة لكل حدا بدو يتبنيها رئاسيا ورئيس حكومة وحكومة بكل البرنامج اللي فيها سعوديين شو نظريتهم عم بقولوا عم بقولوا أنت حبيبي رايح تروح لعند صندوق النقد تاخد ثلاث مليارات على ثلاث أربعة سنة أنا عندي اتفاقيات معك بالجارور عندي وعندك 22 اتفاقية ها 22 اتفاقية يمكن يسوه 22 مليار دولار يمكن يسوه 100 مليار دولار أنا عمول اتفاق معي نهار اللي بروح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللي بدون يلتزموا بهالورقة على الرياض هنوا راجعين بالطيارة وأنا موقع الاتفاقات معهم تاني يوم الدولار بيروت بخمسين بينزل للنص يمكن لها أقل من النص انت عليك انك تفاضل كلبناني ايا بدك هادي او هادي انت حدد اللي بدك يا كل نظرية الدعم السعودي للبنان على أساس لبنان كريتاس انتهت بدون يعرفوا كل فرانج وين بدون يروح بدون يعرفوا بالسياسي شو بدون هون بد افتح مززوجين تقول خلينا نرأي بالمشهد اليمني لأنه اذا اتجددت الهدنة باليمن لمدة ستة شهر والدور اللي عم بيلعبوه العمانيين بهذا الاتجاه هو دور صار يعني قاطع شوط كبير بالمحادثات اللي عملوها بصنعاءه بالرياض وبعض الوفود اللي راحت على مسقط الى ان قدم الاحاطة الموفد الامم المتحدة جروندبرغ قدم المجلس الامان بالاحاطة طبعيته كان واضح لأول مرة يقول الموفد الدولي بيقول انه هناك مؤشرات كبيرة تطيح لي القول انه قد يكون العام 2023 هو عام بداية السلام باليمن واضح انه السعودي ما بيقدر يكفي برؤية 2030 ولا مشروع نايم ولا كل هذه الرؤية بدون ما يكون فيه عمل تسويه باليمن واصبحوا المرة اكثر استعجالا للتسويه باليمن الدليل الى ذلك انه المعطيات اللي اتضمانتها الهدنة سواء كان بموضوع دفع الرواتب او موضوع الفتح مطار صنعاء او فتح ميناء الحديدة تبادل الاسرة وفتح الطرق اذا هذي السلن عملت كليتها عم بيقولوا انه خلال ستة شهر يجب ان تترجم اذا ترجمت انا بعتقد انه خلال ستة شهر طبعا لاني بتترجم خلال ستة شهر بس اذا ترجمت خلال الاشهر المقبلة بتصور سيكون هناك من المعطيات ما يكفي لنقول انه في مرحلة جديدة بدأت بمقاربة السعودية لعدد من الملفات من بين لبنان ومنها ملف لبنان في سؤال استضاحة قبل ما اسأل السيد جان عن موضوع اخر لما عم بتقول انه ما عادت تنظر كاريتاس وبدأ تعرف كل قرش وين بده يروح وبدأ رئيس جمهورية ورئيس حكومة يلتزم بتوعي الاتفاقيات وإلى ما هونالك يعني فازن هيدا الامر بغض النظر عن نوعية الاسماء يعني ممكن مروحة كبيرة من الاسماء تكون مستعدة انه تعمل هالشيء من بياناتهم اسلامية الفرنجية ومن بياناتهم غير اسلامية الفرنجية صح ولا لا لهلأ السعوديين ما فتحوا الباب مثل الفرنسيين ما فتحوا الباب اطلاقا قدام موضوع الاسماء حتى عم قللك موضوع قائد الجيش اللي ترحوا القطريين رفضوا المقاربة من زاوية انه لا يجوز اننا دخل فيه اولا تحسس من قطر واضح ما بدون يعطوا دور للقطري بموضوع القد حساس بيمسهم انك انت عم تجي تلزمني بدور معين برئيس معين بلبنان ما بدون يعطوا دور القطري واضح انه فيه من التناقضات داخل البيت الخليجي كتير والدليل على ذلك الصورة اللي شفناها بابوظبي لقمة الابوظبي اللي غاب عن السعودي والكويتي اللي واضح كانت اذا بدك قمة استعراضية بالمعنى السياسي عم بقول فيها الاماراتي انا موجود والاماراتي اللي ما كان موجود مثل ما كان لازم يكون موجود بقمة الرياضة العربية الصينية فاذا فيه هناك من التناقضات داخل البيت الخليجي اللي بتقول انه كمان هادي فيه الى ارتدادات ما عم نشوفها بالموضوع الرئاسي عم نقول كيف كان مقدر لقلو يكون اجتماع باريس وكيف انتهى اجتماع باريس الواضح انه السعودي لحتى الان لم يدخل برعبة الاسماء جاء عزيز بتخليني التعليق بسيط صحيح هناك تبيونات خليجية لكن في الموضوع اللبناني ما نراهن على تبيونات خليجية لصباب بسيط الدول الخليجية المؤيدة للسعودية موقفة متطابق مع لبنانيين الدول الخليجية المتبينة مع السعودية بتفكر انه مش حرزان لبنان انه استفز السعودية كرماله وابتالي مش انهيك السعوديين حتى اكدوا بالاتصالين اللي حصلوا بالاسبوع الماضي انه هنا على تنسيق كامل مع قطر بالموضوع اللبناني هيا بس